يواصل فيروس كورونا انتشاره في العراق وسط عجز حكومي عن مواجهته بفاعلية ما يقرب من مئتي مصاب وعدد من حالات الوفاة في محافظات العراق من جراء الفيروس القاتل بحسب الأرقام الرسمية التي يشكك فيها ناشطون وأطباء بينما حكومة بغداد تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية في البلاد لمدة أسبوع واحد وتفرض حظرا للتجول في بغداد والبصرة والأنبار في محاولة لمنع انتشار الفيروس إجراءات حكومية يراها ناشطون غير مجدية في ظل استمرار فتح الحدود مع إيران أمام حركة البضائع ما يمثل منفذا محتملا لدخول العدوى إلى العراق لا سيما أن إيران تعد واحدة من البؤر النشطة في تفشي الفيروس على مستوى العالم كما أن متخصصين يشككون في جدوى الإجراءات الحكومية المتخذة ويحذرون من تداعيات انهيار القطاع الصحي في العراق وتأثيره على تفشي الفيروس واحتمالات تحوله إلى وباء يفاقم معاناة العراقيين في المقابل فإن متظاهر ثورة تشرين نجحوا حتى الآن في مواجهة انتشار الفيروس إذ لم تسجل أي حالة للإصابة في ساحات الاعتصام الأمر الذي يدلل على ارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى المتظاهرين الذين عمدوا إلى تطهير الساحات وتعقيمها فضلا عن اتباع إجراءات التعقيم والحماية الشخصية والجماعية للحد من تفشي العدوى بالفيروس العراق إذن أمام أزمة تؤكدها شاشة النظام الصحي في البلاد بسبب سيطرة بعض الكتل والأحزاب الفاسدة على مقاليد السلطة وانشغال تلك الكتل والأحزاب بصراعاتها السياسية ومصالحها الآنية عن الشعب العراقي والأخطار التي تهدده